وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي للسرطيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 689 قضية تمونية بمضبوطات بلغت 752 طن وفي مجالي حجب السلعي للسرطيجية والاستلائية على السلع المدعومة تم ضبط 47 طن وفي مجال حجب أرزاء الشعير والأبيض تم ضبط 634 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية للسلع تم ضبط 71 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 917 قضية من بينها 243 قضية خبز ناقص الوزن و272 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر